ما سكت عنه أبو داود في سننه أصبح محل خلاف بين أهل العلم لأنه قال رحمه الله في رسالته إلى أهل مكة قال عن كتابه السنن وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح وبعضها أصح من بعض وقال في عبارة أخرى ما سكت عنه فهو حسب ومن ثم تنازع العلماء هل كل ما قاله رحمه الله يكون صالحا ومحتجا به قال ابن حجر رحمه الله ولفظ صالح في كلامه أعم من أن يكون للإحتجاج أو للإعتبار فما ارتق إلى الحسن ثم إلى الصحيح فهو بالمعنى الأول الإحتجاج وما عداهما فهو المعنى الثاني الاعتبار وما قصر عن ذلك فهو ما فيه وهن شديد ومن ثم فإن الصالحة عند أبي داود على ما فهم من كلام بن حجر يشمل الحديث الضعيف الذي لم يشتد ضعفه ومن ثم يترتب على كلامه أن هناك أحاديث واهية أن هناك أحاديث واهية السند ظاهرة الضعف يسكت عليها رحمه الله بينما ابن الصلاح في مقدمته يقول ما ولدناه في كتابه مذكورا مطلقا وليس في واحد من الصحيحين ولا نص على صحته أحد ممن يميز بين الصحيح والحسن عرفنا بأنه من الحسن عند أبي داود وقد يكون في ذلك ما ليس بحسن عند غيره وقد رد على ابن الصلاح رحمه الله رد عليه ابن كثير فتبين من هذا أن ما سكت عنه أبو داود لا يرزم أن يكون حديثا ثابتا ولذلك كثير من أئمة الحديث ضعفوا كثيرا من الأحاديث التي سكت عليها أبو داود في سنه كالمنذري والنووي والعراقي وابن حجر ترجمة نانسي قنقر